موسيقى اليوم حضرتوا معنا كواليس ديال نقولوا احنا الكليب ديال السلسلة ديال ولاديزة واللي قديت فيه أغنيات الجينيريك بصوتي مشي صوت الدنيا ولكن صوت الشخصية اللي هي مميزة كلمات الأغنية كانت هي من كتابة يونس آدم واللي هو الناس اللي كتب شوف الزمان لصديقي وأخي العزيز زكري غافولي وكتب لنا حتى المكتوب واليوم كيكتب لينا ولاديزة والتوزيع كان للرفاعي يعني أنا تعاملت مع كتاب كلمات مرموقيين وموزعين مرموقي الله يخليك وأنا تشربت بيوم صراحة عجبني الحال مني مشيت للستوديو عاوني بزاف كوني أنا قرية الموسيقى دارسها كان عارف الميزان كان عارف النوطة يعني ما محنتهمش كيف تنقولو كلمات الأغنية هي متماشية بزاف مع ما كتعيشو يزا مع أولادها ولكن كيف تنقولو حنا يا بحل بالتعبير المجازي يعني هي مني كتسمعي كلام الأغنية كتقول يا رب الصح هاد المرارة عايشة مع أولاد بهاد المواصفات اللي كتعطيه ربما عايشة العكس معاهم الكلمات عجبوني عجبوا الإخواني معانا تصور الكليب ديال السلسلة كان عفوي تلقائي جميل جداً كان المخرج ديالنس إبراهيم الشكيري يحاول ما أمكن أنهم يكون طبيعي كيف تيبغيوه المغاربة كتنقولو حنا فيه ريحة البلاد ريحة البادية فنتمنى أنه يعجب المغاربة ونتمنى أنه يتعود بخدراري كي يشدوا فيها ومتكروا لي يا ترين دادة ديسكة في العراسات مع العونيات ولكن تنتمنى وعلش اللي يشرفنا يغنيوه لنا وتنشكرهم مرة أخرى تنبغي غيما ونشكر شركة ديال سبيكتوب اللي هي أعطتني هذه الفرصة هذه اللي كنت كنحلم بيها من سنين أنني نغني بإسم شخصية من الشخصيات اللي أنا كنمثلها فكتابت الحمد لله هذه السنة هذه في سلسلة رائعة جداً بوجود جميع الإخوة فيها سلسلة أولادي الزل لكن نتمنى أنها ترق الجمهور المغربي ويتابعها على قناتنا الأولى بإذن الله تعالى خلال شهر رمضان لمزيد من الأخبار زورونا على صفحة هنا بريس